النادي الاهلي يعني دايما دايما خلي بالك كمان رغم المواقف دي كلها موضوع مهم جدا ان النادي الاهلي التعليق على الحكام كان في فترات صغيرة وبشكل مهزب لكن الامور توصل للدرجة دية وانا بصفة شخصية يعني اول مرة شوف رأكشن حكم بهذه الطريقة انه بيحسب ضرب الجزاء وفق يعني الموضوع كان خارج اطار شوية الروح الرياضية كان فج جدا جدا وكل الناس يمكن الموضوع ده اثر حفظتها والحقيقة كان فيه رد فعلي سريع جد برضو سريع جدا على ظلم التحكيمي اللي حصل امبارح او اللي اتعرض ليه الاهلي دارة النادي النادي الاهلي ارسلت خطاب لاتحاد كورة القدم دي الطال فيه باقاف الاخطاء التحكمية غير المبررة واللي شهدتها امدارح او مباراة امدارح وتحديدا يعني الاهلي والاتحاد السكندري ده طبعا فيه مباراة كتيرة جدا زي ما كلمنا وفيه اخطاء تحكمية ارتكبت بشكل مفج فيه مباراة سابقة مش بس مباراة الاهلي والاتحاد مبارح الادارة اكدت على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام اللي بيتم تعينهم من قبل اتحاد الكورة للوقوف على هذه الاخطاء التحكمية او الحد منها خلينا نقول الادارة كمان ادارة النادي الاهلي طلبت باقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة امدارح اللي بيحاول وبالسمرار انه يستفز مشاعر اللعيبة والجهاز الفني وبيصدر بحقهم مثل هذه العقوبات كمان ادارة النادي الاهلي اكدت على ضرورة تحديد طريقة او شكل او طريقة ذاتة معايير واضحة بتختار بيها الحكام الحكام اللي بتتماشى مع مبادئ وقوانين كورة القدم بشكل عام كمان جاي في الخطاب ده خطاب بالنادي الاهلي للاتحاد النهاردة انه الحكام اللي ادار مباراة امدارح يدير المباراة الرابعة للاهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوما في حين ان الحكم المصنف رقم واحد لم تسند اليه الا مباراة واحدة للاهلي كما ان لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي ايفان بيبيك لادارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة ايه طبعا ده حصل في اوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي ايضا ده بسبب اخطاءه ايضا الفجة وهو نفس الحكم لو حضراتكم تتذكروا اللي ادار مباراة الاهلي وبرامد الموسم اللي فات واثارت قراراته غير الموفقة في التوقيت ده جدل كبير جدا وللأسف لجنة الحكام النهاردة بدأت يعني ترتكب نفس الاخطاء دي في حق النادي الاهلي واللي بتخالف جماعها قانون كرة القدم وطبعا ادارة النادي الاهلي شددت على ضرورة ارساء العدالة بين الاندية المنافسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم المصري زي ما بقولك بيان محترم جدا من النادي الاهلي وزي دايما بقولك حتى لو النادي الاهلي في اوقات كتيرة جدا بيكون فيه ظلم تحكيمي لكن هو دوت النادي الاهلي تاني هو ده النادي الاهلي بيطلع بقرار محترم جدا ما تطرقش بشكل كبير للاخطاء التحكمية وبيقول ان انتو ما ينفعش ان فيه حكم بيحكم لي 3 مرات او 4 مرات في خلال 12 يوم لا احنا علينا علامة السفام على دية موضوع كمان ان موضوع الفار ان لازم يكون فيه كمان رخصة لازم نشتغل برخصة ولازم يكون فيه اعداد جيد جدا للحكام اللي بتشغل على الفار ان التقنية ودي اتكلمنا على الموضوع ده كتير جدا وان شاء الله هنفتح كمان الملف دوت مش هنقفل وموضوع الفار هنقشه هنا في البيت الكبير ان لازم يكون فيه رخصة وفيه وفيه تدريب كتير جدا للحكام على مستوى المساعدين البار اللي جوه الأوضة اللي بيشوف وعلى مستوى حكام الساحة كل ده مهم جدا جدا ان احنا نتكلم فيه لكن بيان محترم من النادي الأهلي